أنا برأيي مثل ما قالت بس يدق الجرس الدولي بديشوف لمين بديش صوت أوكي أو إذا قدر بشي محال يزمت بشي مرشح من بس أنا برأيي بيجي الأمر بنفذ سامير جعجع؟ هذا كله حكي جراعي من مين بديو يجي الأمر؟ من مين بديو يجي الأمر؟ أنا بنقول الجهات الخارجية أصحاب الوصاية مين حدي؟ كان عم بيقلك أنه مثل زلمي شو بيك ديبلوماسي اليوم؟ مش معوّد عليك هاك مين بديو يعطي أمر لسامير جعجع؟ السعودي بيعطي أمر؟ زلمي عنده نيابي كبير عنده أنا بحطه بشامل شامل أهل السعودي بيعطي أمر؟ بديو يعطي السعودي أمر لسامير جعجع على إليه من يسوّت؟ غس بنعنه طيب عندنا لك قلين قالك يا بالتلي ديبلوماسي أنا ديبلوماسي مجدك يا اليوم الليلة بادك يا فيه شي بنقوله نحنا بنجاه شكيدون اردون الذي يعطي يأمر طيب لا تنسوا أعزائي المشاهدين التصويت على سؤالنا على صفحة الجديد نيوز أيضا هل تؤيد جوزيف عون رئيسا للبلاد وفي آخر الحلقة سنذيع النتائج ماذا يقول جوزيف عون عن جوع الجيش الدولار حلة لمعشيد نزلت امتا شعب جيع شعب فقر أمواله محجوزة بالمصارف ونحن كجيش جزء من هالشعب كمان العسكري عم بعاني وعم بيجوع يا حضرات المسؤولين وقال رايحين شونوين تعاملوا حذرنا أكتر من مرة بالنزول للشارع ومن هالوضع المتفجر نحن مع حرية التعبير السلمي ياللي بيرعاها الدستور والمواسع الدولية بس أكيد مش مع التعدي على الأملكة العامة والخاصة عميد شامل تجويع الجيش وإيصاله لهذه الدرجة كان مقصود برأيك بلبنان؟ ولا هو جزء من الأزمة الكبرى بالبلد؟ لا مش مش معصود بس هو جزء من الأزمة الكبرى بالبلد يعني بس بكل الحالات يعني تأكد لك هذا الموضوع أنه الحكومة والدولة كان فيها ارتفع التدابير مثلا وقفت كل الأمور أنه ما عاش الجيش اضطرنا أنه نحن كمتعدين لأنه الجيش ما فيه تظهر نعمل الحركة اللي عملناها وباتجاه مجلس النيابي تفرضنا منطق أنه ينعطوا معاشات منطق أنه ينعطوا معاشات زيادة للعسكريين واخد الكطاع العام كله سوا بالوقت زيته كمان بالتعاطي مع رئيس رئيسة الحكومة مشان متممات الراتب عند العسكريين لأنه العسكريين بيقبضوا بالراتب نص الصحيح اللي عم بياخدوا المدنيين بكل حالة مرافوض تفاصيلة بس مش الحال بهذا الموضوع رغم هذا وكله التضخم اللي صار بعدين ووصل للدولار مثل ما وصل له هلاني رجع أكل معاشات العسكريين من هون بدوا يدارك الموضوع هلاني للأمريكيين عن يعطوه أو من خلالهم عن المتحدة صح لاني قالي أنتفي أنه يعطي مساعدات للجيش بالإضافة لهاك أنه وهذه الخطر بالموضوع هون أنه الجيش عم بيضطر يشتغل العسكري عم بيضطر يشتغل العسكري بس يشتغل شغلة تانية راحت إذا بدك أناعاته وعائدته العسكرية وشارسته العسكرية بس لهم مغوار أو مجوءل أو هؤل الوحدات الخاصة عم بيروحوا يضطروا يشتغلوا يمكن في ليه باركينج وليه يخدموا بمطعم وشوفير تاكسي مع احترامي لكل الشغلات صح بس هاي دي بتسحب له من شراسه من قدرته صح من التزامه من قضيته من عطفته لأنه العسكري بيقاتل بعطفته بقضيته هل بتخلي قاتل العسكري وتحطه بغير موقع اللي هو خلق لأله يعني وقت بيبوتع وحدات مثل هاي دي بيكون هايسس حاله من كل قلبه ربه فيه تيقاتل وتدفع عن المؤسسة العسكرية وتحطه موقع يجي واحد يتحشله خمسين الف في جابته صار العسكري معلق بجابته وبطل معلق بقضيته هيدا الخطر بالموضوع هاي دي الدولة اللي لازم تعرف كيف تتعامل مع الجيش ومع المؤسسات بتتقدر تحافظ على حاله بالمستقبل لأنه بعد فيها المؤسسة هاي صح ومن هون بتوجه اللي بيعتبره حاله المسؤولين هلا أنه بتكون تنتبهوا للجيش بتكون تنتبهوا للمؤسسات العسكرية لأنه بعدها الضمانة الوحيدة لمستقبل البلد ما هو من شان هيك من شان هيك عميد بس سمح لي في هالكلمة بتوجه للناس هيدا الجيش جيشكن هو الضمانة الوحيدة لتفقوا حده لأنه ما حدا ضمانتكم بالبلد إلا هاي دي المؤسسة العسكرية من شان هيك في رأي بيقول أنه قد يكون انهاء آخر مؤسسي في هذه الدولة هو لإعادة تركيب هذه الدولة من جديد وقد يكون مقصود عمليا ما راح حدا يقدر ينهيها اوكي أنا بتوجه للناس لأني بعرف الناس كيف تلبي بعرف وقت لكنا ناتل وقت لكنا نروح مهمات أنه الناس كانت قوتنا الناس كانت ضمانتنا الناس كانت تطعمنا وتلحقنا هذه الناس هي ضمانة المؤسسة العسكرية ما حدا راح يقدرها المؤسسة العسكرية لا هلأ ولا بعدين أنت قدي بيقولوا عنك يقال أنك رجل جامد ولا تعبر عن عواطفك لا بالحب ولا بالعلاقات ولا بالصداقة لا بيحب المؤسسة لكن بالجيش بتعبر عن كل مواقفك وهذا يعني على كل حال يسجل لك إذا حدا ما بيفهم علي يكون مشكلته طيب أعزائي المشاهدين فيه طبعا رأي أنه العماد جوزيف عون عمل دورات على الأقل دورتين كبيرتين في الولايات المتحدة الأمريكية تقرب من العقل الأمريكي صار يعرف وصاروا يعرفونه وعمل دورة في سوريا بمعرفتك فيه عميد عقله أمريكي أو لا يعني أقرب بميوله إلى الولايات المتحدة أول شي خليني أقول لك شغلي أنه خلال معرفتي بالعماد جوزيف عون منقله باللغة العسكرية ابن أرض ابن أرض يعني كل خدمته ومقضية بالأفواج والوحدات الخاصة وبعدها بقائد لواء وبعدها إجاء يعني ما أجه من مكتب من المكاتب أجه ابن أرض بيعرف طبيعة الناس بيعرف طبيعة العسكر مثلا آخر أيامه كان موجود باللواء المتواجد بعرسال وبالجبال مكان فيه مجموعات الإرهاب وبالتالي بالتالي عماد جوزيف عون مش ناطر أنا الشو بعرف عنه لأنه إداءه العسكري إداءه العسكري بإخلال المسير ولكن أنا بقول لك ابن أرض وفيه ميزة تانية ابن الأرض الطيبة طيب بطبعه مثل أهل جنوب مثل أولاد ضيعتوا بالعيشين حسب ما فهمنا أنه عنيد يعني ما قبل سطوة سياسيين مراتيه ما كان يرد عليهم أنا ده أكتر من أنه يحرروا أرضهم طبعا معنى تعانيد يتمتع بهذه الميزة بس عنده طيبة طيبة بالتعاطي مع الناس مع البشر مع العالم وهذا نحكس على إدارة الجيش بهالمرحلة الصعبة فيما يتعلق بسعيه إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للضباط والأفراد يعني بس وين النقطة الخطرة لا لحظة لحظة بعد ما جوابت على السؤال مش عارف ليش اليوم ما عشان بتجاوب على الأسئلة هل ميلو أمريكي ولا لا ميلو أمريكي طيب أنه الجنرال الرئيس الحود وقفوا بوجه الأمريكان لما لازم يوقف وأخذنا سلاح أخذنا سلاح من الأمريكان بأسعار ذا هذه لما كان لازم ووقت لازم يواجه كوليم باول ووقت يواجه تطلب منه الموقف يواجه كوندريستا رايس كلهم كانوا عم يبقوا عكتافة واجه طيب ولكن بمرحل من المراحل مثل ما كان كمان احتاج المساعدة من أمريكا هيدا المساعدة عم تيجي من الأمريكان بس الحق مش عليه الحق على هيدا النظام يلي ما بيستحي يقول أنه جيشه مضطر ياخد من الأمريكي مساعدة أو من غيره طيب لذلك في سؤال الحق الأمريكي هيدا بل هون نقطة مهمة لجيوبك علي من أجل ما هي هيدا الخبرية أنه جوزيف عون أمريكاني وهيدا الضابط أمريكاني حبيبي أنتو كلكن كل المنظومة لما كانت تتأشركن شيئا بإيدك أنتو تركضوا ليه جوزيف عون ليه جوزيف عون بدي يكون عم بتقوله زو توجه أمريكي ومثلا العلاقة بين الرئيس بري كونه رئيس مجلس مع الأمريكان منه توجه أمريكي ليه 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 رئيس الحكومة اللبنانية نجيب مئاتي أو غيره كان عنده علاقات مع الأمريكان ما بتقوله عنه توجه أمريكي ليه ترسيم الحدود اللي صار برعاية أمريكية برعاية أمريكية شواء كمان يونيفل هيك على المشل كيف مرأة بلبنان بيكون مين توجه أمريكي